مستر فريرا كان حريص يعمل اجتماع مع اللاعبين على هامش التدريب وتكلم معاهم فهمية استثمار الفوز الأخير على البنك الأهلي علشان يبدأ يعمل مسيرة كبيرة من الانتصارات ويقدر يستمر في الصدارة وكمان يعمل ضغط ويصدر ضغط كبير على المنافسين عندك فيه في ظهرك بيرامدز والأهلي وفيوتشر أكتر من نادي بينافس على البطولة السنادي وزمالك بيحتل صدارة الترتيب حتى الآن بـ 48 نقطة جمعهم بعد ما خاض 22 جولة كلام مهم من فريرا مدير الفني الزكي اللي بيدخل لعيبة معاه في الأفكار بيدخل لعيبة معاه في الحزبة بيدخل لعبته معاه في أفكاره لكل اللقاء مش بيفكر وبيبدأ يروح يتكلم لا بيفكر معاهم فكرة يا جماعة احنا عايزين نعمل سلسلة انتصارات كبيرة عايزين نصدر ضغط على المنافسين عايزين نستثمر الفوز يعلي روحنا معنوية يعلي معنوياتنا يعلي الروح بتاعتنا في الملعب بدينا ثقة على بعض الجمل اللي بمرنا عليها وشوفنا في أكتر من اللقاء فريرا بيدي تعليمات بتتنفذ ما هو أن على الخط بيبص اللعيبة بيوجه معنا كده إن بدأ فريرا يعني هنقول يعرف إمكانيات لعبته كلها يعرف إزاي يطوع إمكانيات اللعيبة عنده غيابات آه ولكن عارف لما غير الخطة لما غير التاكتكس داخل الملعب بيكون مهم دائما كنا نسمع أصلا الخطة مش مجرد رقم هي مش 4-3-3 ولا 3-4-3 هي حسب تنفذها شوفناها مع فريرا فريرا ممكن يلعب بأكتر من شكل داخل الملعب فجأة تلاقي اللعيبة غيارة أماكنها فجأة تلاقي وينج رايب أو وينج ليفته وخط النص هو اللي بيزيد إمام شوفناه في ماتش الأهلي في أكتر من اللقاء هو اللي بيزيد بيكمل جومة نطقة الجزاء دي كنا بنلعبها في البلايستيشن بس بتعملها في البلايستيشن وإنت عارف أنك هتجري خط النص بتاعت تزبطها في السيتنج هو فريرا زبط السيتنج قدر يزبط لعبته على طريقة هو حفظها قدر يفهمهم لنقدر أغير أكتر من طريقة لعبة داخل الماتش ده بيخلي دفاع المنافس يتلغبط يتغير تحركاته تختلف معاك فتبدأ تخلق لنفسك فرص وده اللي اشتغى عليه فريرة في الفترة اللي فاتت ولسه كمان هنشوف تطور كبير إن شاء الله في الفترة القادمة